أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة الذي يحتفل به في الثالث عشر من شهر فبراير من كل عام وأقرته منظمة اليونسكو وأوضح البيان أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة هذا العام تحت شعار الإذاعة والثقة وأشعر إلى أن الإذاعة البالغة من العمر مئة وأحد عشر عاما على مستوى العالم لا تزال الوسيلة الإعلامية الأوسع انتشارا لافتا إلى أن عدد الشبكات الإذاعية في مصر بلغ عشر شبكات بإدمالي 189.8 ساعة بث مسموع لعام 2020-2021 اشتركوا في القناة